معنا من توكيو الكاتب الصحفي سيد خلدون الأزهري أهلا بك سيد خلدون سيد خلدون يعني جولة سيوية للرئيس بايدن بدأها طبعا هنا نتحدث عن الجانب الكوري الجنوبي قدم رسائل لكوريا الشمالية أيضا كيف رأيت مجمل هذه الرسائل هل تختلف عن سابقات الإدارات المختلفة للبيت الأبيض الاختلاف الوحيد ربما هو في عرض مساعدات لكوريا الشمالية بقبول لقاحات كوفيد التي سوف تساعد الكوريين الشماليين على مواجهة الانتشار الكبير لهذا الفيروس في بلادهم أكثر من 200 ألف الأرقام متفاوتة إذن هذا العرض قدمه الرئيس الأمريكي وقال بأنه مستعد لتقديم ذلك والمساعدات أيضا إنسانية إلى الشعب الكوري الشمالي وهذا عن طريق المنظمات الدولية ولكنه قال بأنه لم يتلقى ردا على ذلك من القيادة الكورية الشمالية إذن هذا جديد نوعا ما في عرض نوع من المساعدات الإنسانية هناك أيضا إضافة وهي أن الكوريين الجنوبيين يريدون أيضا تعزيز التعاون البشري مع كوريا الشمالي جارتهم وهم أشقاء وشعب واحد تقريبا وبالتالي العام الإنساني دخل على الخط في هذه المباحثات ولكن الأمور التقليدية وهي التهذير من تهديد كوريا الشمالية النووي والصاروخي وإلى ما هناك من الحديث عن المواجهة بين البديين وضرورة تفكك الشمالية برنامجها النووي هذا لا جديد فيه لغاية الآن هل تعتقد هناك أي فرصة للقاء الجانب الأمريكي بالكوري الشمالي؟ أيضا هل هذا يعني أن رئيس بايدن يريد مضاهات نفسه بالرئيس ترامب والمعروف أنه لاقى زعيم الكوري الشمالي؟ نعم يعني لاحظنا بعض اللغة الودية إلى حد ما وعدم التنديد بكوريا الشمالية ولكن هذا اللقاء إذا حصل لن يحصل إلا من أجل كاميرات المصورين كما يقول الكوريون الشماليون ولهذا لنتذكر أن اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي ترامب السابق والزعيم الكوري الشمالي انتهى فجأة وبدون أي اتفاق الولايات المتحدة مصرة على موقفها وشروطها شبه التعجيزية من كوريا الشمالية والأخيرا بيون جانج أيضا ترفض ذلك وتريد أن تكون الاتفاقيات لإزالة البرنامج النووي سياسة الخطوة خطوة يتم تخفيف عقوبات هنا ويتم تخفيف البرنامج النووي والصاروخي هناك لكن هذا يرفضه الجانب الأمريكي المتحالف مع توكيو ومع سول مع العاصمة الكورية الجنوبية هناك تشديد على هذه الإجراءات وبالتالي الوضع وصل إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة وهذه التصريحات هي مجرد نوعا ما لتخفيف حدة المواجهة في هذه المنطقة طيب سيد خلدون مع المواجهة الاقتصادية التي لم ترقى إلى مواجهات سياسية وعسكرية إلى الآن مع الجانب الصيني البعض يقول هناك رسائل للصين في هذه الجولة الآسيوية هناك مخاوف أمريكية حقيقية مع الارتفاع الكبير لأسهم الصين في العالم هل هذا صحيح؟ بالتأكيد في الواقع أن الأزمة الأوكرانية ربما لفتت اهتمام الولايات المتحدة إلى أوروبا وقلت من اهتمامها بمنطقة آسيا وخاصة شرقي آسيا هذا ما يخشاه بعض عزعماء هذه المنطقة وبالتالي وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري نعرف أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب انسحبت من اتفاقية الشراكة الاقتصادية عبر الباسيفيك وحاولت اليابان انقاذها اتفاقية بتحويلها حتى بالأسبق قالت بأنه الآن الاتفاق التقدمي لعبر الباسيفيك ولكن الولايات المتحدة لم تنضم إليه يحاول الآن رئيس الوزراء الياباني خلق تشكيلة جديدة اسمها الإطار الاقتصادي الهندي الباسيفيكي وربما يعلن عنه بعد الغد يوم الاثنين خلال القمة مع الرئيس الأمريكي هذه طبعا تهدف إلى مواجهة الصين بشكل كبير نعرف أن الصين تقود تجمع اقتصادي اسمها الشراكة الاقليمية الاقتصادية الشاملة من تقريبا ربع سكان العالم 2.2.300 مليون نسمة و30% من تجارة واستثمارات العالم هذا حجم كبير تقوده الصين ولا توجد فيه حساسيات سياسية هل تنجح الولايات المتحدة بكسب ود الدول التي تشارك في هذا التجمع الصيني هذا أمر مشكوك به حاليا ولا سيما بسبب المواجهة المحتملة العسكرية في هذه المنطقة وخاصة فيما يتعلق بتايوان إذا الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة من الصين عسكرية واقتصادية وتجارية وإيضا لم تحفظ إنجازات تذكر في هذه المنطقة وأيضا على الصعيد الأوروبي في المواجهة المتعلقة بأوكرانيا طيب سيد خالدون بالنسبة للجانب الياباني وأنت موجود في توكيو هناك حديث كثيرة عن أطراف سياسية وأطراف إعلامية بأن الالتزام الأمريكي تجاه هذه الدول قل وهناك تخبط في عمل الإدارة الأمريكية حولها هل هذا يعني يرقى إلى مستوى الخلاف بين الطرفين بالتأكيد ليس خلافا وإنه مجرد اهتمام وإذا أحببت أن نصفه غير نوعا ما الأسيويون يريدون دائما اهتماما أوليا وكبيرا من الولايات المتحدة وخاصة الحلفاء العسكريين لها مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة مثلا أيضا هناك نوع من التحركات الجديدة حاليا في هذه المنطقة تجاه موقف حيادي فيما يتعلق بالوضع الروسي الأوكراني وهذا ما تخشى للعالم المتحدة أن تخسر أسهما جديدة طبعا التحالفات بقية كما هي وقال رئيس الوزراء الياباني منذ قليل بأن التحالف العسكري الأمريكي الياباني هو حجر الزاوية في السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة بل في العالم ككل إذن هذا يؤكد على أن هذا التحالف هو الأساس في سياسات اليابان وأيضا كوريا الجنوبية يجب أن نعرف أن الحل المواجهة مع كوريا الشمالية بين اليابان والولايات المتحدة والجنوبية هو حل ثلاثي لا تسبح لأي دولة ربما بأن تتفق وحدها مع الشمالية إلا واشنطن هذا ما يقول المنتقدون هنا إذن هناك نوع ما استياء إذا خف اهتمام الولايات المتحدة بهذه المنطقة وهذا سوف يؤدي إلى فراغ قد تملعه الصين وربما تملعه روسيا إذا تحالفت بشكل أكبر عسكريا مع كوريا الشمالية هناك دمخضات جديدة في المنطقة والجميع ينظرون إلى نتائج الحرب نتائج ما يحصل في الجبهات في أوكرانيا هذه سوف تحدد إلى حد كبير مستوى العلاقات في هذه المنطقة من العالم وخاصة المواجهات العسكرية من توكيو الكاتب الصحفي سيد خلدون لازهري شكرا جزيلا لك